التوحد والتعاون والانفتاح والشمولية كانت الكلمات الجوهرية التي وردت في الإجماع الذي تم التوصل إليه في المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الأسيوي لهذا العام. لي بوضونغ الأمين العام لمنتدى بوآو الأسيوي أشهد بشكل عال بهذا الحدث في الحفل الختمي للمؤتمر قائلا إنه تمكن من خلق منصة للممثلين الدوليين لتبادل وجهة النظر وطرح اقتراحات علمية وإقامة علاقات. لقد تتلكينا لكثير من التعريقات حول كيفية تخطية جدو العمال لمؤتمر هذا العام نحو جميل قضايا الحرجة التي تؤثر على المنطقة الآسيوية حتى العالم وحول كيفية عمله على دفع التعاون الدوري. إن التعاون أكثر أهمية خاصة بالنسبة إلى آسيا. هذا وأشار لي إلى أنه في الوقت الذي يواجه العالم فيه مثل هذه المستويات العالية من عدم اليقين. تنمية آسيا من شأنها إبقاء هذه القارة مستقرة وشاملة ومفتوحة. آسيا لا تؤد قوة دافعة مهمة للانتعاش الاقتصاد العالمي في حسب، بل هي منطقة حيوية تزخر بالإمكانيات. من نجل تحقيق تنمية مزدهرة في المناطق الآسيوية ينبغي أن تكون البلدان مستكرة ومنفتحة وشاملة وتواصل تعميق التعاون.